السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن ولاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم جميعا في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم مع الله وما زال الحديث بنا موصولا عن أسماء ربنا الحسنى ومن أسماء ربنا الحسنى الولي والمولى من أسماء الله الحسنى الولي ومن أسماء الله الحسنى المولى وهذان الإسمان ثابتان بالقرآن وبصحيح السنة الولي سبحانه وتعالى جاء ذكر اسم ربنا الولي في القرآن خمس عشرة مرة اسم الله الولي ورد في القرآن خمستاشر مرة منه قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هل لاحظتم في الآية شيئا؟ لماذا جمع الله الظلمات وأفرد النور؟ لأن الحق واحد الحق واحد نور الله واحد الصراط المستقيم واحد أما الظلمات فسبل وترائق قدد ومناحي شتى من الضلال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور من الفطر السوية التي خلقهم ربنا عليها وما من مخلوق إلا وخلقه الله على التوحيد والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كذا قال ربنا في سورة النساء وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً كذا قال ربنا في سورة يوسف حاكياً دعوة يوسف في آخر عمره رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين سيدنا يوسف في آخر عمره يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين يعني سيدنا يوسف كان يتمنى الموت يدعو الله أن يقبض إليه روحه يتمنى الموت الجواب نعم والسؤال ومتى يجوز للمسلم أن يتمنى الموت يجوز للمسلم أن يتمنى الموت في حالتين إثنتين الحالة الأولى إذا خاف على نفسه من أن يفتن في دينه كما قالت مريم لما خافت من بهت اليهود وإفك اليهود قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسياً منسياً خافت على نفسها أن تفتن في دينها فتمنت الموت الحالة الثانية عند تمام النعمة كحال يوسف عليه السلام عايز إيتان من الدنيا أعطاه الله النبوة أعطاه الله الملك علمه من تأويل الأحاديث أصلح بينه وبين إخوته رده إلى أبي أنقذ مصر من الشرك ومن الأزمة الاقتصادية الطاحنة عايز إيتاني خلاص مش عايز من الدنيا حاجة عايز الجنة يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين كذلك فعل الفاروق عمر في آخر حج حجها عمر سمعوه وهو يطوف بالبيت يدعو يقول يا رب يا رب اللهم إنه قد كبرت سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي فاقبضني إليك غير مقصر ولا مفتون وارزقني شهادة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم فجعلوا يعجبون كيف تصيبه الشهادة في المدينة من أراد الشهادة فليخرج إلى جبهات القتال هذا يريد أن يسوق ربنا إليه الشهادة وهو في المدينة فاستجاب الله له وصاق له الشهادة وهو في المحراب يصلي بالمسلمين في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله المجوسي الفاجر أبو لؤلؤة وهو يصلي بالناس صلاة الفجر رضي الله عنه يبقى سيدنا عمر برضه بعد كمال النعمة يا رب كبر سني كثرت رعيتي ضعفت قوتي خلاص غلبت الفرس والروم أدخلت الإسلام إلى دول ملايين دخلوا في دين الله أفواج في عهدي وفي زماني يا رب اقبضني إليك غير مقصر ولا مفتون وارزقني شهادة في مدينة رسولك كذا من أدلة القرآن على أن من أسماء الله الولي قول ربنا في صورة الشورى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد كذا قول ربنا في صورة الأعراف أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين كذا قول ربنا في صورة الشورى أيضا أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير إذن من أسماء الله الحسنى الثابت بالقرآن الولي ومن أسماء الله الحسنى المولى وإسم الله المولى ورد في القرآن إثنتى عشرة مرة من ذلك قول ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين من ذلك قول ربنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ومنه قول ربنا في الأنفال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ومنه قول ربنا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ومنه قول ربنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومنه قول ربنا في أواخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ومنه ما ورد في صحيح السنة من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له عند الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا تدعو الله لنا بالنصر ألا ترى ما نزل بنا من عذاب على أياد الكفار يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا فجلس وقال لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيشق نصفين بالمنشار ثم يمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه وما يصده هذا عن دين الله ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت والذئب على غنمه لا يخشى إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون يبقى ربنا عز وجل هو النصير والناصر وربنا عز وجل هو الولي والمولى ومنه ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا سفيان قائد الكفار في يوم أحد بعدما كان ما كان في يوم أحد بعدما ارتقى سبعون من خيرة الصحابة شهداء وقف أبو سفيان في الميدان في نشوة في صلف في كبر يقول لنا العزة ولا عزة لكم والنبي مع الصحابة في الجبل في الأعلى وهم في الأسفل أبو سفيان يصرخ يقول لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي للصحابة ألا تجيبوا له فقال الفاروق عمر يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم الله مولى المؤمنين والكافرين لا مولى لهم إذن من أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن وبصحيح السنة الولي والمولى ما معنى الولي لغة الولي من الولي الولي ألف لام و وعليها فتحة لام عليها سكون يا الولي من الولي يعني القرب والدنو وكل ما يليك يقاربك ولما جلس الفتى الصغير في حجر النبي يأكل وجعلت يده تطيش بالأطباق قال له النبي سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك اللي أدامك فالولي من الولي والولي يعني القرب والدنو وكل ما يليك يعني يقاربك والولي أيضا يعني الصهر وكل من ولي أمر أحد فهو وليه ومنه ولاة أمر المسلمين ومنه ولي أمر المرأة في الزواج ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي المرأة ما ينفعش تزوج نفسها بنفسها حتى لو متجوز ستين مرة قبل كده حتى لو عندها ستمائة سنة لا نكاح إلا بولي إذا أنكحت المرأة نفسها فنكاحها باطل إذا أنكحت المرأة امرأة لرجل فنكاحها باطل لازم ولي رجل فالولي أيضا يعني الصه ده لغة وكل من ولي أمر أحد فهو وليه وتولى عنه أي أعرض عنه وولى فلان من الميدان أي فر وأدبر وهرب والولاية بالكسر يعني السلطان والولاية بالفتح يعني النصر دي كلها معاني لغوية لكلمة الولي أما المولى فمن معانيها في اللغة المعتق أقول رسول الله مولى زيد يعني هو سيده الذي أعتقه نقول لربنا أنت مولانا يعني سيدنا فانصرنا على القوم الكافرين فالمولى يعني المعتق ويعني أيضا المعتق برضو تقول زيد ولي رسول الله يعني خادمه رسول الله هو الذي أعتقه المولى بمعنى المعتق والمولى بمعنى المعتق ومن معاني المولى ابن العم والناصر والجار والصديق والتابع والمحب والحليف والشريك وابن الأخت ومن معاني المولى السيد والمالك والرب دي كلها معاني لغوية للفظة المولى السيد الرب المالك ابن العم ابن الأخت الصهر الحليف الصديق الشريك كل دي معاني في لغة العرب لمعنى لفظة المولى ويصرف المعنى بعد النظر في سياق الكلام في سياق الجملة ما معنى الولي في حق الله عز وجل يعني ربنا هو الولي يعني ايه قال ابن جرير في قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا أي نصيرهم وظهيرهم ومعينهم يتولاهم بمعونته وتوفيقه وبإعانته وبنصرته يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال ابن جرير في قول الله عز وجل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين قال يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد كل المشركين من عبدة الأوثان إن ولي ونصير ومعين وظهير عليكم الله الله الذي نزل الكتاب علي بالحق وهو يتولى من صلح عمله بطاعته لمن خلقه فالولي إذن في حق الله بمعنى النصير الظهير المعين فالله يتولى المؤمنين يعينهم ينصرهم يؤيدهم على أعدائهم والمولى إيه معنى اسم ربنا المولى المولى يعني السيد والمالك والخالق والمعبود الحق ومنه قول ربنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ولا تعارض بين هذه الآية وبين الآية الأخرى قال ربنا ذلك بأن الله مولى المؤمنين وأن الكافرين لا مولى لهم دي آية كذا قال ربنا ثم ردوا إلى الله ده قول البشر الكافر والمسلم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لا تعارض قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان معنى كون الله مولى الكافرين يعني هو مالكهم خالقهم سيدهم رغم أنوفهم المتصرف فيهم المدبر لشؤونهم ومعنى أن الله مولى المؤمنين ولاية الله للمؤمنين يعني المحبة والنصرة والإعانة فشتان بين ولاية وولاية وولاية الله لعباده على نوعين ولاية عامة لكل الخلق وولاية خاصة للمؤمنين فالولاية العامة يعني هو الرازق للكل المؤمن والكافر الصالح والطالح هو الخالق للكل هو الرازق للكل هو مالك الكل هو مدبر شأن الكل للولاية العامة أما الولاية الخاصة فلا تكون إلا لعباده المؤمنين فهو ناصرهم ظهيرهم معينهم حبيبهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وشرط الولاية الخاصة الإيمان والإخلاص ومتابعة الرسول قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياؤك يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين طيب إن تعرفت أن ربنا اسم الولي يعني الناصر والمعين والظهير والمولى يعني المالك السيد الخالق المتصرف ما هي الآثار الإيمانية عليك يا مسلم يا من آمنت بأن الله هو الولي والمولى إذا آمنت بأن الله هو الولي يعني الناصر والمولى يعني السيد الخالق المالك المدبر للأمر فهذا يثمر طمأنينة في قلب المؤمن وثقة في نصر الله وكفايته وبأن الله وبأن الله ناصر المؤمنين وقاطع لدابر الكافرين وإن ظهروا في زمان أو في مكان لحكمة يعلمها الله عز وجل وقد مر بنا حديث صهي ألا تدعو الله لنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا فذكر النبي له الصبر السابقين على البلاءات ثم بشره ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت والذئب على غنمه ولا يخاف إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون ربنا قال وإن جندنا لهم الغالبون ربنا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي المؤمن اللي عارف إن ربنا هو الولي الناصر يعني المولى المتصرف المالك يثق بوعد الله عز وجل ولا يصيبه الإحباط ولا اليأس ولا ينكسر وينهزم نفسيا ثم من الآثار أن تتوسل إلى الله في الدعاء باسمه الولي وباسمه المولى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فتوسل الصالحون إلى الله في الدعاء باسمه المولى كذا علمنا النبي في القنوط والحديث رواه الترمذي وصحاحه الألباني أن نقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وتولنا في من توليت وتولنا يا مولانا في من توليت كذا روا النساء وصحاحه الألباني من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبقل والجبن والهرم يعني التقدم في السن وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها النبي يتوسل إلى الله في الدعاء باسمه الولي والمولى أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن الآثار الإيمانية لإسم الله الولي أن تسعى يا مسلم لنيل ولاية الله عز وجل وللاتصاف بصفات أوليائه المتقين وذلك بتحقيق العبودية وبتقواه وبمتابعة رسوله وبالتقرب إليه بالعمل الصالح هو ممكن إحنا نبقى أولياء لله طبعا كيف نكون أولياء لله أنا عايز أبقى من أولياء الله الصالحين أعمل إيه أنضم للطريقة الغمارية ولا للطريقة اليسرية ولا للطريقة الصديقية ولا للأحمدية ولا للرفاعية ولا للنخشبندية ولا للإبراهيمية في ستمائة طريقة وفي الموالد ستمائة راية وعلم أمشي وراءني طريقة علشان أبقى ولي ولا طريقة ولا طريقة يا ابني امشي وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايز تبأ من أولياء الله الصالحين ولاية الله تنال بالآت قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب؟ من هم أولياءك؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان الاجتهاد في الطاعة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الولاية معناها المحبة والقرب والنصرة عايز ربنا يحبك عايز تكون قريب من ربك اشتهت في النوافل ربنا اللي بيقولك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالولاية لا تنال إلا بطاعة الله شوف كل آية في القرآن ذكر الله فيها محبته لمن اتصف بكذا والله يحب الصابرين ربنا يحب المتقين ربنا يحب المجاهدين تتبع آيات القرآن واجتهد أن تتصف بهذه الصفات تتبع هذه الآيات وتتبع هذه الأحاديث واتصف بها يعني سيدنا النبي يقول ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس هو ده طريق الولاية مش تنضم لطريقة وتروح ترقص في مولد وتقول لي ده ذكر وتخترع أذكار بدعية عجيبة أمور عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في كتابه الفتاوى طبع الدر الشروق صفحة 95 لما سألوه عن الموالد قال هذه مباء للفساد يستمع فيها الذاكرون مع الذاكرات مع الخليعين والخالعات مع المقامرين والمقامرات ويجوز بينهم النشالون والنشالات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان فتوى طويلة ثم قال في آخر الكلام وأنا أهيب بكل صاحب قرار أن يجتهد في أن يطهر بلاد المسلمين من هذا البلاء ده فتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت في كتابه الفتاوى طبع الدر الشروق صفحة 95 أقول لك إيه تاني الوقت ضيق وإلا لقرأت لك الفتوى كلمة كلمة الموالد هذه الحفلات الصاخبة والمجتمعات السوقية التي ينطلق إليها الناس بالأسبوع والأسبوعين ويتركوا أعمالهم ومزارعهم ويجتمع فيها الرجال مع النساء مع الطبل والزمر والرقص والتمايل بقى دا يرضي ربنا بقى دا ذكر لله عز وجل كل هذا من الضلالات ليس هذا أبدا بطريق للولاية يا عبد الله يا من تعلم أن الله هو الولي وأن الله هو المولى لا سبيل للفوز بولاية الله إلا بالإيمان إلا بالتقوى إلا بالاستهاد في النوافل إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العالمين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تبعوا أولياء ربنا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ربنا هو الولي وربنا هو المولى جل جل جلاله أسأل الله عز وجل وهو ولينا ومولانا أن ينصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر أهل فلسطين اللهم انصر أهل فلسطين واغفر لنا تقصيرنا في حقهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته